هو فيه شياطين معينة هي المقيدة والباقي منطلق علينا؟ هو طبعاً لما يتقال إن الشيطان مقيد معناها المملكة كلها ومتكتف بمعنى إنه ملوش سلطان واسع مش مفكوك يعني لإن إحنا ممكن نتخيل متكتف زي ما نجيب مثلاً كلبه ونكتفه بسلسلة فخلاص بقى متكتف ما يدارش يتحرك فبنستغرب إذا كان ربنا كتف الشيطان وما ليه منطلق بيحارب الناس بيوقعهم فالتكتيف هنا يقصد بيها ملوش سلطان مطلق ولا حرية حركة بدليل لسه فيه ناس قدسيين وناس بتعرفوا ربنا وناس بتحب الصلاة وناس بتصوم أما ساعة ما الشيطان يفك من قيوده ده قبل المجيء الثاني يبقى فيه ضلالة عظيمة ونادراً ما حد ينجو من هذه الضلالة كان فيه حد سيدنا يمكن السؤال ده تسأل يقلت لما نتقابل مع نيفتك في الحلقة برضو تكمل الموضوع السلطان الشيطان المقيد طيب ما هو ليه سلطان أنه زي ما عندنا قدسين زي ما بيضل البعض ويغويهم في السقوط في الخطية فليه ربنا مع صليب ما أيدش سلطانه أو سلطته على الإنسان أو تحريده على الشر تقييد كامل؟ هو طيب متأيد تأيد كامل وكل حاجة بس فيه ناس بيسلموا نفسهم بإرادتهم للشيطان يعني فيه ناس تغلط نتيجة ضعف وفيه ناس يعني يحبوا الشر بحب أفرق ما بين كلمة خطية أو كلمة شر الخطية هي ضعف الشر هو تدبير يعني واحد قاعد بيخطط أن يعمل حاجة يأذي بها الناس صحيح قد يكون عشان هو هيستفيد حاجة أو حتى عشان مش هيستفيد هو غاوئة زي فالشيطان زي ما يكون بيعمل دعاية للشر ويغري الناس على الشر لكن مش بيجبرهم وبرضو لازم نبقى فهمينه أنه متكتف مقيد هيفك من قيوده قبل المجيء الثاني حسب ما ورد في سفر الرؤي فكل إنسان بيعمل خطيئة أو شر هو مسؤول عن نفسه وما ينفعش يعلق على شماعة إنشتان أغواني طيب أنت كنت فيه صحيح وزي ما نفتك قلت الخطية ضعف لكن الشر تدبير بالزبط ترجمة نانسي قنقر